طيب إحنا دخلين على العيد ويوم العيد في ناس بتقول دي يوم فرح وبيبحبحوها على نفسهم ودي كرسة كبيرة جدا الإنسان تعب في رمضان فصام النهار وقام الليل وقرأ القرآن ومنع نفسه عن كثير من الأمور وييجي في يوم العيد يضيع كل ده هو إحنا بنصوم وبنصلي ونذكر لرمضان ولا لله عز وجل اللي هيقع في هذه المسألة دي مشكلة كبيرة طيب أنا كده هل الصوم أثر في قلبي فجعلني تقياً ببعد عن المعاصي ولا لا لما أجي يوم العيد وأنفلت وأنحرف وعمل كل حاجة محظورة ما إحنا خلاش خرجنا من رمضان إحنا خرجنا من رمضان ما خرجناش من الإسلام إحنا خرجنا من رمضان ما خرجناش من الدين رمضان خلص بس الله عز وجل موجود إلى الأبد هو الذي أعطى رمضان هذه الأفضلية هذه البركة هذا الخير فما ينفعش آجي يوم العيد وكأني أتحلل من كل شيء خلاص بقى أنا يعني ساعة وساعة زي ما بيقولوا ساعة نصوم وساعة بقى نفجر ونفسق لا يجوز يعني الإنسان يكون خايف على نفسه بيحب نفسه ما ضيعش اللي أنا كسبت كله في لحظة واحدة لا يوم العيد ده يوم فرح بالصوم فرح أننا ربنا وفقني للصيام تمام فرح بطاعة الله عز وجل فأكون حريص تمام الحرص أنني لا أعصي الله عز وجل وأننا أجاهد الشياطين وأجاهد أصدقاء السوء وأكون ثابت على الطاعة وأخذ قرار يا رب أنا أعبدك أنت خلقتني وأنت رزقتني وسترتني ورحمتني وأكرمتني نحن في نعم عظيمة جدا تستحق الشكر طوال الوقت تستحق التقرب من الله عز وجل في كل لحظة لا يمكن أن نشكر الله على نعمة مش هنقدر ولكن نحاول أن نكون من الشاكرين أوحى الله عز وجل إلى داود يا داود شكرني قال يا رب كيف أشكرك والشكر منك نعمة ده أنا لما أععد أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأععد أقول يعني يا ربنا لك الحمد أن خلقتني وهديتني ورزقتني ويبقى معايا فلوس فأقول ده شكر النعمة دي إن أنا أتصدق فأتصدق ويبقى معايا يعني سيارة فأقول ده شكر السيارة دي إن أنا أساعد بها محتاج أو أوصل بها مريض أو أساعد بها حد فأقوم أتصدق من صحتي وإعملوا ألا داود دا شكرا لو أنا بعمل كده ده توفيق من ربنا ربنا وفقني أن أكون من الشاكرين فده يحتاج إلى شكر يعني أنا لو كنت من الشاكرين فأحتاج أشكر ربنا على نعمة الشكر تخيلين عجز الإنسان فقال يا ربي كيف أشكرك والشكر منك نعمة قال يا داود الآن شكرتني أنت عرفت أن أنت إنسان ضعيف عاجز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله أوعك تكون مفكر أن اليومين اللي أنت صمتهم دولة تدخلوك الجنة أبدا والله ولا الليل اللي أنت قمت دا يدخلك الجنة ولو أنفقت كل أموال الدنيا لن تكون كافية لدخولك الجنة دا بيقول للرسول ولا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغم دني الله بمغفرة منه ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان ما ترك لنفسه شيء في غزوة حنين الرسول وزع ما قيمته 800 مليون جنيه لما جوم حسبه غنائم حنين جابوا الإبل 24 ألف و40 ألف من الغنم جمعوا الإبل والنساء و4 ألاف قيمة من الفضة وقيموها بسعر النهاردة الجمل النهاردة عام الكام 30 ألف مثلا اضرب في الرقم الخروف عام الكام 5 ألف أو 3 ألف اضرب في الرقم جمعوها لقوها 800 مليون جنيه أنفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليه الخمس يعني ليه 20% من هذه الأموال 20% دا رقم ضخم عشرات الملايين يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم الناس اجتمعوا عليه عاوزين تاني يعني يدي ليه واحد مئة من الإبل و40 أقية من الفضة فيقول له عاوز تاني فيديله تاني فكان كريما سخيا صلى الله عليه وسلم فبعد ما وزع الغنائم اجتمع عليه بعض العرب وأخذوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إيده وبرت بعير شعرايا من الجمل فقال أيها الناس أعيد إلي ردائي فوالله ما أبقيت لنفسي هذه لم يبقي لنفسه شيء مات صلى الله عليه وسلم وليس في بيته شيء كان يصبح يعني الرسول ما كان فقير ولكنه كان زاهد في الدنيا كل هذا الجهاد وإصال الرسالة وتحمل الألم ومحاولات القتل والقرآن وعلم البشرية الخير ويقول صلى الله عليه وسلم حتى أنا يعني الرسول ما عمل عمل أن يدخله الجنة تخيل إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة اللهم تغمدنا بمغفرة منك ورحمة فالإنسان الطائع ما تغطرج بطاعتك ده بالعكس لو أنت طائع بجد لو أنت طائع بجد تحفظي نفسك أكتر بعد العيد نحفظ عينينا أكثر وأكثر نحفظ الأذن أكثر وأكثر نحفظ القلب نحفظ اليد فلا نأخذ ما ليس بحقنا نحفظ الجوارح نكون أقرب إلى الله عز وجل حتى يتقبلنا الله سبحانه وتعالى فيوم العيد ونستقبل العيد بطاعة الله عز وجل بثبات على المعصية أتحدى الشيطان أقول كذا يا رب أنت قلت إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو سمعا وطاعة يا رب فلن أنظر إلى الحرام ولن أقول الحرام ولن أسمع الحرام ولن أفعل الحرام وسأسمع وأطيع لخالقه وربه سبحانه وتعالى لن أخرج من الصيام لن أخرج من القيام لن أخرج من علاقتي مع القرآن إلى معصية أبدا شيء سيء الله عز وجل يقول في القرآن وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَافَةٍ الوحدة اللي أعدت تغزل ويعني تعبت في هذا الغزل أوقات كثيرة وبعد ما أتمت غزل هذا الأصوف أو هذا الحرير أعدت تفك مرة تانية فضيعت كل المجهود اللي هي بذلته وكذلك بعض الناس للأسف حينما يخرج من رمضان ينقذ كل صومه وكل قيامه وقرآنه ودعائه بسبب تهونه في أقرب الأيام من رمضان وهو يوم العيد ترجمة نانسي قنقر